احنا في رمضان كنا سعداء بيكي جداً مع ياسمين في دور رائع يعني دور وكان كوميدي وكنا مبسوطين وبندحك وما إلى ذلك بعدين نقلب نلاقيكي مادام رجاء الستة الارستقراطية الرهيبة اللي بتعدي بنشوفها في عمرين مرة ببروكاسودة بملامح أصغر شوية وبعدين بتكبر الشعر الأبيض ولكن هذه الستة المتجبرة جداً ولكن اللي بتحمي أوليتها بتحمي أولادها اللي هي عاملة كده فبتحمي أولادها مقلقتيش من الدور وأنا عارفة لك ما بتخافيش لا والله مقلقت بالعكس اتبسطت جداً اتبسطت لأنه جديد علي وما عملتوش قبل كده والأن هي مش شريرة للشر هي مش شريرة في المطلق لأ هي عندها أسبابها ومن وجهة نظرها هي مش شريرة من وجهة نظرها هي ستة بتحمي بيتها وعليتها وإسمها وإسم أولادها فهي عندها منطقها في طريقة حمايتها الناس هتشوفها شريرة بس من وجهة نظرها لا هي مش شريرة أنا هعمل أي حاجة شون خطر أولادي بما فيها أنها تشيل الرحم للبنت يعني هي أنقذتها من وجهة نظرها هي أنقذتها ما سابتهاش تموت ما كان ممكن سابعة تموت لأ خلينا نعمل ضرر حيبقى أخف من الموت شوية أنا مش ببرر لها شرها لكن بتشرحي الشخصية هي ده منطقة ده منطقة الشخصية هي مش شريرة هي ستة عندها منطقة فإن أنا أحمي أولادي يعني أنا برضو أنا بكلم عن نفسي أنا اللي هيجي ناحية أولادي فعلا ممكن لو هيأزيهم من وجهة نظري بس من وجهة نظر حد تاني لأ كده بتأزي فعلا فالستة دي كان عندها منطقة ده اللي خلاني حبيتها الحقيقة أنها مكتوبة بدقة شديدة جدا 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 من الحاجات اللي أنا حبيتها قوي في كتابة الأستاذ محمد مع الأستاذ إبراهيم بقى إحنا عيشة طويلة جدا جدا فحفظين بعض يمكن ما شغلناش مع بعض كتير والأول مرة حتى أنا بيختارني الدور زي ده لأن كان المرة اللي فاتت ما كانش كده خالص الدور ما كانش كده خالص 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 عملتوا مع بعض إياه قبل كده عملنا خور من إبرة بس كانت سيدة شعبية ومن منطقة شعبية كان حاجة تانية خالص مناشا كان حاجة تانية خالص بس يعني قد كده كان التفاصيل عنده مهمة جدا وأنا بحب التفاصيل أول فان التفاصيل طبعا لو مش هناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة مش هنعمل إيه التفاصيل اللي وقفتي عندها اللي كنت مهتمية اللي بنقف عندها أنا وهو مثلا إبراهيم طلب مني حاجة أنا في الأول إلقت منها وخفت بس لما تفرق وعملتها له بس لما تفرقت قلت له كان عندك حق كان عايزني في المرحلة التانية أبقى تقريبا ما بغيرش صوتي بتكلم بتون واحد مونوتون هي ست ما بتغير وحتى لو ابتسمت نفس التون كشرت نفس التون اتخانقت نفس التون ما بتزعقش هو تون هادي واحد اترعبت قلت له انت متخير اللي احنا بنعمله أعمل اللي بقولك فقلت له حاضر هو المخرج في المرحلة الصغيرة قال لي لأ اشتغلي بالشكل العادي قلت له حاضر وفضلت كل شوية أبقى قلقنا بس خلاص هو مدام هو مبسوط وموافق يبقى احنا ماشيين صح لغاية ما تفرقت كلمت وقلت له كان عندك حق اه انت كنت صح ان ست دي في المرحلة دي هي معداش وقت تتغير هي معداش وقت تتحك معداش وقت تتحذر معداش وقت تتخانق هي عايزة كلمة اللي تقولها تتنفذ لان هي عارفة هي شايفة فمش هنقش ما تنقشش معايا نفذ يعني كانت تفاصيل شبه كده